أقمت وزارة شؤون الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيان عن جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها الخامسة والتي ستدخل مرحلة جديدة تواكب فيها المسئولية تجاه الشباب البحريني وشباب العالم وتعزز من الاستثمار الحقيقي للشباب من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في الجائزة لأول مرة الأمر الذي يعطيها زخما أكبر واهتماما بالغا من قبل الشباب وخلال المؤتمر تمت الإشارة إلى أنه تأخذ جائزة هذا العام أبعادا كبيرة ومشاركة واسعة تفوق النسخة الماضية نظرا لتوسيع قاعدة مجالات الجائزة لتفتح المجال أمام الشباب للابتكار بصورة أشمل بالإضافة إلى الصدى الإيجابي للجائزة على المستوى العالمي ورؤية الشباب لها باعتبارها جائزة متميزة تبرز نشاطاتهم وأفكارهم اليوم يمثل هو الإعلان الرسمي لإطلاق هذه الجائزة ونحن سعيدين اليوم نحن نتكلم عن هذه الجائزة وهي سنة في السنة الخامسة وهي تضمن طبعا ست مجالات وهي التصميم المأماري عندنا له رسم والتشكيل إنتاج الأفلام، التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي وأخيرا اللي هو الإبداء العلمي فهذه الجائزة بالنسبة لنا تعتبر من أهم الجوائز الشبابية العالمية كأنها ابتدت محلية عقب صارت على مستوى الوطن العربي واليوم صارت جائزة عالمية فانتمينا طبعا من الشباب البحرين أنهم يشاركون في هذه الجائزة ويمثلون البحرين أجمل تمثيل من أهمية هذه الجائزة أنها موسومة باسم صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فهذه يعطي الجائزة أهمية كبيرة جدا كذلك هذه الجائزة تؤكد مدى التزام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدة لإعطاء الفرص للشباب وإطلاق العنان لهم لتقديم إبداعاتهم في المجالات المختلفة